طبعا صحيح طيب أمينة أسألك بعد الهدف الأول يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وعمر السلية جاب هدف هل بتبقى حالة تفاؤل بالنسبة لك حسيت أن اليوم يومنا ولا اتوترتي أكتر والله كابتن لا في الأول طبعا كان عندي تفاؤل كبير جدا يعني كانت كورة حلوة قوي ركنية طبعا من علي معلول وعمر السلية يعني كمان معروف عنه التفوق في متشاط الزمالك بالذات فقلت بقى يعني الدنيا هتبدأ تفتح معنا يمكن بعدها بدأ الأهلي يتراجع شوية في المباراة فده اللي بدأ يقلق الواحد شوية مع ديئة 30 لقينا طبعا الهدف الحقيقة بتاع شيكابالا يمكن كورة يعني كان كنا يعني حصلت قبل كده فعني كنا متوقعين رد فعل من الدفاع الأهلي أفضل من كده لكن ما كانش موجود لكن بعد كده الأهلي بدأ يرجع تاني مع الشروط التاني انطلاقات عالي معلولة الحقيقة في المطش ده دي ازاكت أكتر من المنيازة حسين الشهادت اللي يمكن بس يعني جات له فرصتين كده فرصة في الشروط الأول وفرصة بتاعة الشروط التاني دي اللي جات في العرضة دي خدت قلبنا معاها يعني هنا بدأت حس اللي هو ايه هيا شكلها هتقفل ولا ايه لأن الجن فاضي اللي بيميز أفشأ الحقيقة يمكن يعني يمكن محمد صلاح كده كان قال حاجة يعني كان هو بيسأله ان ايه اللي بيفتق اللعيب كويس يعني اللعيب كويس قوي نعم قاله ان اللعيب الكويس قوي اللي بيفضل محافظ على تركيزه طول التسعين ديئة في المباراة حتى ما تيجي اللحظة بتاعته ودي بقى اللحظة اللي يعني بتهالي كل الناس طلعت تجري فيها ده صحيح ما حدش عارفه عمل إيه سعيد طيب أسأل محمد سامي محمد بعد كرة حسين الشحات في القائم وانت بتقول ان انت بارد شوية يعني هل بدأت تحس بالقلق شوية خاصة بقى زي ما أمينة قالت كرة العرضة بتاع تزيزه بعد كرة حسين الشحات انا كانت عادة اتفرج مع والدي نعم والدي وصلي قلت له وبص هي كده شكل عاما ربنا مش رائع اه بعد كرة زيزه قلت له قلت له قلت له هنكس اه قلت له هنكس العكس بس هو على ذلك العرضتين دول بقى وإخواتنا الزمالكوية عندهم عندهم ابتحلوا قوي بيقولوه دعن الله القائم الايمن للشناول فانا بارض عليهم بقولوا ببارك الله القائم الايصر لعبو جبل يعني يعني هيدي في العرضة اللي دي عرضة تانية ايو طب ده بتاعت حسين ايو ده بتاعت حسين من جوا السيكس يارضة ومن فضيين الجنف اه لا اتفضل اتفضل هي القصة بس انا بالنسبالي مشكلتي مع المباراة دي انها كانت حرب بالكور الزهنية صورة الزهنية عن جواية كما دايما الاحق ودايما الاهلي بياخد حقهم بطرق مختلفة وان المباراة دي جات لهم على من فضة علشان يثبتوا السردية دي نعم ولكن النادي الاهلي موروث اللي لسه كنا بتتكلم عنه وان المباراة دي جات لهم بطرق مختلفة وان المباراة دي جات لهم بطرق مختلفة كنا متفترين ان المطش كان رايح جاي ولكن بعد كورة زيزو اللي في القائم الاهلي بدأ في الديئة من دقيقة سبعين نعم هو ما بعد ذلك بحاجة بسيطة الاهلي بدأ يمتلك زمام المباراة كان الاول للأسف الهدف المبكر اللي جابه لعيبة الاهلي وبعد المعاناة اللي انا حكيتها لك في الكلمة اللي فاتت نعم خلت اللعيبة تخاف شوي نعم تخاف انها تحافظ على الهدف الترجع ده خل المنظر الزمالك كان شكله افضل في خلال بعض اللقطات في المباراة ولكن بعد الشوت التاني وبعد ما النادي الاهلي بدأ يستعيد السقة تاني وبدأ اللعبة تحس ان لا ده جونش كابالا جيه وبدأ الممكن اللقب يروح وبعد ما كورة الشحاب ضاعت بدأ تحس ان الفرقة فعلا تمتلك زمام المباراة خبت برك كابتن ان الكورونا قد ضربنا تنين لعبة من أجم المباراة أليو ديانج وليس سليمان أليو ديانج نعم عاجة صعبة جدا واقترب معهم طبعا صالح جمعة يعني بس يعني الاتنين دول كانوا لعبة برزة جدا جدا في حوص الملعب فانت بتتكلم في فريق ناقص لعبة مؤسرة خبرة وليس سليمان بالذات مهمة جدا لانه ريحت الحبايب زي ما انت عارف فكانت تنفرق معنا جدا ولكن السقة زي ما انت بتسأل يا كابتن بدأت تجيلي في آخر 20 جيئة كنت متأكد ان الاهلي بيغرب بس ما كنتش عارف الدنيا هتروح فينا خليني اسألك يا كرامي هل كنت بدأت تجاهز نفسك هتعمل ايه على السوشيال ميديا وكنت بتجاهز نفسك ايجابي ولا سلبي ما احنا كنا كورونا بقى فكنت مجاهز نفسك في اي اتجاه خاصة زي ما قال كده يعني محمود وان المباراة راحت وجات اكتر من مرة قائم هنا وقائم هنا وهذا يلعن القائم ده وهذا يبارك للقائم ده وحدوتها كنت بدأت تجاهز نفسك ازاي وانت راجل يعني بتحب السوشيال وكلكم يعني ما شاء الله من الاقوية على السوشيال ميديا والله يا كابتن انا الاسباح دايما اكتب تويتا فيها كل حاجة اللي عتاح صورة كويس يعني انا لما بنسى فانا بصراحة محمود نبيل محمود معنا على نبيل كنت دايما صحح اسمها نص تويتا ايوه صح هو بيرسل وانا فكنا عملينا صورة على بيان وكده وهو ميسل اه ونتبنا النص تويتا ايوه وبنبين سبحان الله عاملنا حاجة الافشن سبحان الله ليه مش عارفين اه وعندي تويتا دي كابتن حلوة بعتنا لو سمع انا انا وانا مختلفين بيها اه بصراحة بتم يعني انا انا مانتش نشيل الفرحة كده ايه انا 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 ماتطمينين بس اه بس ماتز ماتطمينين بس اللي نصبت 94 نعم ماتطمينين لكن اه المنتش لا يعود دوري اقتصور نعم نعم عارفين انتوا كويس اه بعدما الكرة بتاع تسيده. الكرة وهي رايحة كابتن اللي افزيون ما جاتش. اه لما افشا خدها على طول. نعم. كلنا كانت فرحة كبيرة. لو تفتكر يا كابتن البدورة دي كانت جاية بعد بسنة صعبة. ده صحيح. صحيح. نعم. كل حاجة كانت. فكانت الفرحة كبيرة. طيب. خلينا عشان بختم الفقرة لازم ابدأ بيك يعني لحظة الهدف واحساسك انه الاهلي توج بالبطولة. ها? قل لي حصل ايه? كرامي. لا. كنت على الترابيزوك وآآ وغنيت. كنت انا الكابت على الان انا كنت فيه. نعم. وآآ منزر وعملي. وانت بستغرب نفسي. نعم. كده ازاي يعني بس ده الاهلي. ده الاهلي. هو الحاجات ده اللي بتشير اي اي حساب. نعم. انت بستعامل زي الطفل اعلن. ما اقترها الفقرة. بس. لانها كانت على نادي الزباية. والغاية المزيدة يعني السوشال منت. نعم. منحسة الجمعة رقم كيام. نعم. القضية رقم كيام. وجبنا زياءة في السلم. نعم. نعم. فتفضل القضية بتاعت افشه. اجب الفرحة في تاريخي كله. في تاريخي انا شخصيا. تاريخ اي مفاجعة. امينة نفس السؤال. فرحة ما لهاش مسيل يا كابتن. يعني ولا في غيره يفرحني. دي مش مجرد جملة او مجرد شعار. يعني دي حقيقة الاهلوية دايما حاسين بيها. وبعدين بقى دي كانت يعني بداية من تاني سيطرت وهيمنة الاهلي على افريقيا من جديد. دي كانت الانطلاقة يعني. فما فيش احلى من كده. ما فيش احلى من كده. محمد لحظة الهدف نفسها بتاعت افشة. سيا كابتن. انا مضطيت الهوى وقت ربنا دي له صحيح. مضط كمان. وانا مش عارف مين كده شلت تاب. ايوة. بس كانت فرحة ما تطلق. حقيقة. نعم. عارفت ساعتا. ساعتا ايقانت ان الاهلي خد البطولة. اه. ده حقيقة. ده نازل على فاخدة افشة انا عارف. اه. انا قلت بقون. احد لها بكرة شوية يعني. نعم. وقت. نعم. الحمد لله قلت. افشة خد مكافأة عالية جدا. اه. وانا دفعت مكافأة عالية جدا للناس اللي في البيت. فعلا. اغلى خاتم جبته يا كابتن بسبب هدف افشة. طب. اكيد كانت اسعد واحدة في الدنيا بتقولك ربنا يعني يخللنا افشة. اه. يعني عايزة كل اسبوع ولا كل شهر افشة. بس ده ازن دفعته وتمرسوط اوي يا وائل ها. انا عايزة اقولك حاجة يا كابتن. قل لي. اه طبعا. يا كابتن هدف افشة اللي خلاني. يعني ممكن حدقة تتفاجئ. اه. هدف افشة اللي خلاني افتح حساب على تويتر. لا والله. والله يا كابتن ولا كنت بافتح. اه. فتحت الهساب وانطلقت. بعد الهدف بنص ساعة فتحت حساب. اه. يعني هدف افشة والش حلو على المدام. الخاتم اغلى خاتم جالة هدية. وكمان انت انطلقت على تويتر وبقيت واحد من اهم النجوم ما شاء الله يعني. خلاني 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 تفاعلت كنت اقافل الحساب. نعم. شكرا.